اغتال مسلحون نجل الخطاط المعروف الشهير شكري في مدينة تعز وقالت مصادر محلية إن مسلحين طالبوا ظهر اليوم من مكتب الخطاط محمد علي شكري دفع ما بالغ مالية لهم إلا أن المكتب رفض الخضوع للابتزاز ما دفع به من المغادرة وبعد لحظات عاد مسلحان يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهم النار على العاملين في المكتب وأضاف المصدر أن الشاب نديم شكري أصيب برصاصتين إحداهما في الرأس والأخرى في الكتف وتم إسعافه إلى المستشفى وبحسب المصادر فقد فارق الشاب الحياة متأثرا بجراحه